فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع ويكون غيره داخلا فيه نعم إذا جاء الأمر أو النهي على سبب فإن هذا السبب يدخل دخولا أوليا في الطلب يدخل دخولا أوليا في الطلب ولا يمنع دخول غيره من الأمور الأخرى فإذا قيل خالف اليهود فإنهم لا يصبعون فهذا سببه الصبغ المخالفة في مسألة الصبغ فيدخل دخولا أوليا مخالفتهم في ترك الشيء بدون تغيير ولكن لا يمنع أن نخالفهم أيضا في الأمور الأخرى التي هي من خصائصهم لأنه جاء النهي عن التشبه باليهود والنصارى عموما وجاء النهي عن التشبه بهم في بعض الأمور فكلها تجتمع فمطلوب مننا أن نخالف اليهود والنصارى فيما كان من خصائصهم وليس لنا فيه منفعة وإنما هو مجرد تقليد محظ ليس فيه فائدة بل إنه يجر إلى محبتهم أو إلى موالاتهم أو إلى الانجذاب إليهم نعم قال وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه لأن العموم هنا من جهة المعنى فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي يعني وإن قيل ذلك هذا إشارة إلى قول آخر في المسألة وهو أن ما جاء على سبب فإنه يقتصر على سببه ولكن لا يمنع هذا كما سبق أن يدخل غير السبب مما هو مطلوب مما هو مطلوب للشارع مراعاته